السلام عليكم ورحمة الله وباركاته هنكمل الفصل الخامس درس الخمسين التضرب في مضعفات العدد عشرة رياضيات الصف الثالث ترم اول كتاب قطر النادة بيقول لي اكمل حقائق الدرب في العدد عشرة صفر فعشرة بصفر واحد فعشرة بعشرة اتنين فعشرة بعشريين تلاتة فعشرة بتلاتين 4 في 10 ب40 إحنا اللي هنكمل 5 في 10 ب50 6 في 10 ب60 7 في 10 ب70 8 في 10 ب80 9 في 10 ب80 اللي يعني بيعمل إيه؟ بيعمل عملية قفز بمقدار 10 يعني بنقول 10 زئد 10 20 زئد 10 30 زئد 10 40 وهكذا لحد ما بنوصل للمئة طيب هنا بيقولي تعلم الضرب فيه مضعفات العشرة والمئة 2 في 40 بضربها إزاي؟ الصفر هينزل و 2 في 4 ب8 يعني بضرب 2 في 4 ب8 دي بسميها المسألة الصغرى ودي المسألة الكبرى طيب هنا 2 في 400 بنزل الصفرين وقولوا 2 في 4 ب8 يعني المسألة الصغرى إن 2 في 4 بتساوي 8 وهكذا هنبدأ نعمل بقى مسائل على على نفس الشكل يعني 3 في 10 صفر هينزل 3 في 1 بتلاتة لأن 3 في 1 بتلاتة خمسة في 100 بضرب الرقمين من غير الأصفار 2 في 10 0 هينزل 2 في 1 ب 2 بقى نتج عندي 20 3 في 100 300 1 في 100 100 9 في 10 90 8 في 100 800 7 في 10 70 لو هو 0 هينزل 0 واضرب الرقم في الواحد لو هو 0 لو هو 3 لو هو 4 هينزل الأربع أصفار برضو وهنضرب الواحد في الرقم اللي موجود عندنا ونشوف الناتج هيبقى كام سهل جدا طبعا اتضرب في 10 مفاش أي مشكلة طيب لو عندي هنا 83 في 80 بعمل ايه نفس الحكاية السفر بينزل واضرب 38 24 يبقى الناتج عندي كله 240 طب المسألة الصغيرة من المسألة الكبيرة دي كام اقوله 3 في 8 من غير الأصفار 3 في 8 24 طب هنا 300 في 8 اقوله 0 هينزلوا 3 في 8 24 طب المسألة الصغيرة ايه انه 3 في 8 بـ 24 مديني مسائل وعايز نحلها بنفس الطريقة السفر هينزل 4 في 8 بـ 32 طب المسألة الصغيرة من دي ايه انه 4 في 8 بـ 32 لكن 40 في 8 بـ 320 طب السفر هينزل 5 في 7 بـ 35 يبقى الناتج عندي 350 طب المسألة الصغيرة بتاعتها ايه اللي هي 5 في 7 بـ 35 طيب هنا السفر هينزل 3 في 9 بـ 27 يبقى الناتج عندي 70 طب المسألة الصغيرة ايه انه Russe السفر هينزل 6 في 2 يبقى الناتج عندي 120 يبقى الناتج عندي 120 يبقى الناتج عندي 120 السفرة هينزل تسعة في ستة باربعة وخمسين يبقى الناتج عندي خمسمية واربعين يبقى المسألة صغيرة تسعة في ستة بتديني اربعة وخمسين طيب هنقيم طفلنا بقى هو الحل المسألة دي الواحدة ونقول له السفرين هينزلو تلاتة في سبعة بواحد وعشرين طب المسألة صغيرة ان تلاتة في سبعة بواحد وعشرين هنا السفرين هينزلو خمسة في اتنين بعشرة طب المسألة صغيرة تديني الف طب المسألة صغيرة ان خمسة في اتنين بعشرة السفرين هينزله ستة في تمانية بتمانية واربعين يبقى رقم عندي اربعة تلاف وثمانمية. طيب المسألة الصغيرة يعني ستة في تمانية بتمانية واربعين. هنا السفرين هينزله تمانية في تلاتة باربعة وعشرين. يعني الناتج الفين وربعمية. يبقى هقول مسألة صغيرة منها ان تمانية في تلاتة باربعة وعشرين. تريد اسماء عمل برواز من الخشب لصورة طولها اتنين متر وعرضها واحد متر كم متر من الخشب يلزم لعمل البرواز. هنا عندي اتنين متر وهنا واحد متر طوله. عدد امطار اللازم العمل برواز اتنين في واحد باتنين متر. طيب احسب محيط ومسيحة كل من المستطيلين المزللين واكتب ملاحظاتها. هنا هقول قعد الطول في العرض واحد اتنين تلاتة اربعين واحد اتنين. المسيحة بتاعتيه اتنين في اربعة بتمانية. طيب المحيط ايه? المحيط عندي اربعة زائد اتنين زائد اربعة زائد اتنين بتديني اتناشر. طيب هنا الشكل التاني والمستطيل التاني نقول اتنين وهنا اربعة يبقى المساحة بتاعت اتنين في اربعة بتمانية. طيب المحيط بتاعي ايه? اتنين زئد اربعة زئد اتنين زئد اربعة يديني اتناشر. اللي لاحظته? لاحظت ان المستطيلة متساويين في المساحة والمحيط ودي ليست قاعدة يعني حسب ما بتطلع لنا يعني. كده خلصنا الفصل الخامس فاضل الفصل السادس ضرب مضعفات العدد عشرة. يعني هنكمل العشرة. اكيد جايبي فيها مسائل كبيرة شوية. وبعد كده استراتيجيات الضرب في تسعة. استراتيجيات الضرب في تسعة. يعني عليهم برضو استراتيجيات. بعد كده استراتيجيات الحل مسائل الجامع. كلها بقى الاستراتيجيات تلت ارقام. هنبدأ نجمع تلت ارقام. ورجعنا تاني لخط الاعداد. خط الاعداد برضو بارقام كبيرة. وعندي ايه كمان? حجم السوائل. يعني لسه الفصل السادس شكله شادتي حينه شوية برضو. ربنا يسهلوا ان شاء الله انتخلصوا في خلال الاسبوع اللي هيبدأ من بكرة بازن الله. شوفكم على خير. اتمنى ان انا كنت سهلت عليكم الفصل الخامس. واتمنى ان اي حد هو بيذكر لابنه من الفيديوهات بتاعتي. لا اي غلطة في فيديو. اي مسألة مثلا حلتها بالسهوة غلط او اي سؤال عايزين تسألوا فيه. انا بقرأ كل التعليقات الموجودة على الفيديو سواء كانت على اليوتيوب او في الصفحات على الفيسبوك. ياريت تكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله ونصلحها مع بعض. بشكركم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.